موسيقى حياكم الله مشاهدين الأكارم عدد جديد من برنامج عن قرب سنخصصه اليوم للحديث عن مسودة القانون العضوية للانتخابات إذن لا تزال مسودة القانون العضوية للانتخابات تصنع الجدل في الساحة السياسية بعد أيام أو قبل أيام معدودات على تسليم جميع المقترحات من بين المواد التي تضاربت بشأنها أراء الحزاب السياسية في الجزائر هي المادة 174 والتي تنص على المناصفة بين الرجال والنساء في القوام الانتخابية والمادة 200 والتي تنص على العتبة الانتخابية في ضوء ما يجري هل العتبة الانتخابية هي مادة إقصائية في نظر الحزاب الفاتية أم أنها مادة تحد من التلاعب بالقوام الانتخابية على حد ما قال محمد شرفي لأخوض غماري هذا الموضوع أسعد باستدافة السيد سويلح أو دكتور سويلح بجمعة وهو الأستاذ القانون الدستوري أهلا بك سيدي شكرا تربيح الدعوة وأسعد باستدافة السيد الدكتور راشيد لوراري وهو أيضا أستاذ في القانون الدستوري أهلا بك سيدي مرحبا أخي تحياتي لك ولمشاهديكم شكرا إلى اليوم النقاش سيكون دستوري بسبغة قانونية أبدأ معك سيد سويلح بجمعة إذن المادة التي أترت جدلا في الصحة السياسية هي المادة 200 والتي يراها الأحزاب الفاتية يرونها مادة مجحفة في حقهم ومادة إقصائية كيف ترى ذلك سيد بجمعة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم أخي الفاضل أستاذ الكريم راشيد لوراري في هذا النقاش حتى باش ما ندخلش مباشرة في الموضوع لا بد أن أقول إذا كان هناك اختلاف في الرؤى وفي وجهات النظر فهذا جد مقبول إي ماذا؟ لأن أي وثقة ولا أي عمل يكون حوله يدور حوله نقاش إلا وأن هذا النقاش فيه القبول وفيه الرفض وفيه التصحيح والتنقيح النقاش يخش لنا بقانون متين المسألة ليست القانون المتين ولا القانون الضعيفة وغير ذلك هنا نطرح سؤال كبير وهو أن الحياة السياسية في البلد من حق الأحزاب السياسية أن تناقش وتطرح وجهة نظرها السؤال الكبير لمطروح هو هل الحياة السياسية في البلد في صحة مرضية وفي موقع يسمح لها باش تذهب إلى الأمام في القوانين وفي التعامل وفي الممارسة السياسية اللي خليني نجاوبك بإجابة مختصرة أن ما يقال من اختلاف بين الأحزاب الناشئة وبين الأحزاب اللي هي عندها قوة وفاعلية في المجتمع لكن في هذه وفي تلك ظهرت أن الحياة السياسية تحتاج إلى تطوير تحتاج إلى تفعيل تحتاج إلى تكوين داخل الأحزاب ذاتها خاصة أيضا الأحزاب التقليدية السابقة إذن الأزمات اللي مرت بالبلد منذ الانفتاح السياسي في 1989 والمأسات الوطنية والإصلاحات الغير تقيلة اللي كانت في طربة غير نقية أدت بنا إلى أننا لابد أن نعيد النظر في هذا التعددية الحزبية وفي هذه الحياة السياسية اللي تنهج النماء الديمقراطي القوانين نتمنى أن تكون بسيطة نعم ونتمنى أن تكون منسجمة وفي نفس الوقت المواطن والشعب يتقبلها بنوع من النقاش وبنوع من الراحة لما تستعمل المادة مثل ناخده على سبيل المتالي المادة ماذا؟ المادة 174 المادة 174 تنص على المناصفة سنتقل مع المناصفة سيد أبو جمع لكن أنا سألتك الآن هل المادة في نظرك تعده الآن هي مادة إقصائية أو مجحفة في نظر الأحزاب الفتية سنتقل مع المناصفة نعم هذه المادة اللي فيها على أساس القيد أنت أربعة نعم أربعة بمئة هذا بالنسبة للأحزاب الصغيرة أو الأحزاب الناشئة نعم وإذا كان حبينا ندفع بالحياة السياسية في البلد كل ما هو تقييد كل ما هو قيد كل ما هو إقصاء كل ما هو حد لشيء ما عبارة عن ينقص من الهريات وينقص من العمل نعم أنا من الناس اللي فضلوا على أساس أن هذه الأحزاب ندخلها في إطار التنشئة وفي إطار التوجيه وفي إطار العمل اللي يدفع للتعددية السياسية والنماء الديمقراطي أما كوني نبنيها على بعض الأسباب التشريع ليس لضرف معين وإنما نسلنا التشريع على أساس الديمومة على أساس الاستمرارية أما الضرفية لعمل معين قد يكون لتجربة ما هنا النقاش مطروح بقوة حول هذا الحد حد الأحزاب الكبيرة تقول لك بعض منها تقول لك أنا منحدش من حرية العمل السياسي نعم هنا لخلي كل ما من هو يناقش ويبحث في البعد السياسي ليس البعد القانوني الضيق وإنما ليس الهواجد السياسية الإديولوجية أو المصلحية يبحث إلى التعدد السياسي في البلد والانفتاح اللي يكون في طربة ناقية وإصلاحات قوية وإصلاحات قوية إذن نبقى في نفس النقطة سيد دكتور رشيد لوراري محمد شرفي قال إن إسقاط هذا الشرط سنعود إلى آفة التلاعب بالقوام الانتخابية كيف أترى ذلك؟ بعدها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكرا على هذه الاستطافة العفو العفو لزميل بجمع اللي يسمع تسأل تحول مدة مئة مئة مدة مئة فيها تلتحويج فيها أول قضية الأربعة في المئة بالنسبة للأحزاب الفتية القوائم التي تقدم باسمها هذه الأحزاب لابد أن تكون هذه الأحزاب تحصلت على الأقل على أربعة في المئة في آخر انتخابات التي ينضمت على 2017 العنصر الثاني إذا لم يكون هذا الشرط يتوفر في هذه القوائم ممكن تعويضه بعشرة بوجود عشرة نواب منتخابين في مختلف المجالس نعم في مختلف في الدائرة الانتخابية والعنصر الثالث إذا لم يكن كامل لا الشرط الأول ولا الثاني يمكن لهذه الحزاب أو لهذه القوائم دعونا نستعمل مستحل القوائم لأن هذه القوائم تكون حزبية وحرة تعويض ذلك بمئة وخمسين توقيع على كل منصب متنافس عليه وغلبيت الأحزاب اعتبرت وجود خاصة الشرط الأول الشرط الأول المتعلق بأربعة في المئة هذا الشرط هو شرط إقصائي انطلاقا من مجموعة من المعطيات لا يمكننا الغوص فيها الآن لكن سؤالي كان لو أسقطنا هذا الشرط كيف ستلعبوا هذا الشرط بتلعب القوائم التخابية أنا جايك أولي لازم نوضحه بأن هذا النص هو عبارة على المشروع وطرح للنقش مع أن هذا أنه ليس نهائيا وإنما ستحاول لجنة في صيغاتها النهائية لهذا المشروع بأن تأخذ بأن الاعتبار على الأقل ما توافق عليه مجموعة المتدخلين أو المطلوب منهم المساهمة في هذا المجال هذا واحد تنين خلينا نروحوا شوية بشي ما نبقاوش في هذا في أغلب الشريعات الموجودة في الفقه المقارن سواء العربي أو الأجنبي بالنسبة للانتخابات الشريعية دائما هناك مجموعة من المعايير أو مجموعة من المقاييس يتم اعتمادها لماذا؟ لأن هذه الانتخابات الغرض منها والوصول إلى هيئة شريعية تتولى صنع القانون نعم وبالتالي لا يمكن لأي إن كان أو لأي تنظيم إن كان حزبي يعني الولوج إلى هذه العملية إنما لابد دوان تكون أو تكون تتوفر في على الأقل مجموعة من المقاييس أنا ما أقدرش نتصور مثلا قائمة على مستوى الضائرة انتخابية مستوى الضائرة انتخابية لا يستطيع مترشيحها أن يجمعوا 250 توقع على كل مقعدين أخذ مثلاً دائرة لأنه تمثيل دواء الانتخابية عندنا يختار من دائرة إلى أخرى فرضاً دائرة انتخابية تمثلوا بعشرة مقاعد على مسؤول هيئة البرلمانية لما نضرب نضرب 250 في عشرة ما حال تعطينا؟ 2500 تقريباً نعم القائمة التي لا تستطيع أن تحصل أو تتحصل على تزكيتنا أو على توقيع لـ 2500 ناخب خليني نقولك هذه والله ما تستهل بشتدخل المنافسة الانتخابية بهئة شرعية علش نقول الكلام هذا علش نقول الكلام هذا لأنه أيضاً لا يجب أن تبقى هذه الانتخابات سوقاً لمن هبة ودبة بل لابد من وضع مثل وإن كان أنا مانيش مع بعض المصطلحات اللي استعملها رئيس السلطة اللي هي بازار وكذا وكذا لأنه مثل هذه المصطلحات يجب أن تعمل مصطلح دلالة الدلالة يجب أن نتعرف عليها يجب أن نتعرف عليها وأن نكون الدقيقين في استعمال المصطلح أنا نعم نقول إذا كان ربعة بالمئة وبرت بينما تبتي إقصائي لبعض كذا فالـ 250 250 تزكية توقيع كذا أنا كنت أتمنى أن يتجه النقاش بالنسبة لهذا الموضوع في اتجاه آخر وهي قال كيفاش نسهل على هؤلاء المترشحين على هذه القوائم عملية جمع التوقيعات جمع التوقيع خاصة وأننا لما نرجع للنص نلقى بأنه فيه جملة من ضوابط والقيود فيما يتعلق بجمع هذه التوقيعات واحد تنين تجربة في الميدان بيانت بيننا الذين يرغبون في جمع التوقيعات تواجههم مشاكل أساسية وعرقلة يعني في الميدان وخاصة ما يتعلق منها بالتصديق على هذه التوقيعات الآن في التطور يعني لما نرجع البطاقة بطاقة هيئة الناخبين هي أولا أصبحت كيف يقولوا يعني موجودة على جهزة الإعلام الآلي وكذا وكذا وبالتالي المفروض نفكر ما هي الطرق ما هي الوسائل التي يمكن من خلال أنه سهل عملية توقع نفس المادة التي صنعته الجدل هي المادة مئة وأربعة قبل ما نروح في هذه النقطة نواصله في هذه النقطة لا بد أن نطع ترجعها فقط لماذا لأنه ممكن هذا هو الحصة لماذا الآن نبحث على مشاركة الأحزاب وإحنا نعرف بالأحزاب في البلد فيها وعليها وشي اللي صرع نعرفوه البلان واضح إذن الآن إذا كان نبني تجربة مستقبلية في إطار تغيير سيحصل إن شاء الله لا بد أن نبحث على أساس أن تكون هذه الأحزاب عندها تكوين عندها الفاعلية تهتم بشؤونها الكواد ارتاحها وعندها النظرة الاستقلالية الحزبية في نظام مفتوح ما شاء في إطار مغلق هذا اللي خلينا احنا نبتعد عن كل ما هو قيد لأن المجال مطلوب على أساسا تكون نوع من الحرية في الهريات ونوع من الحرية في تعبير الرأي كما قل الشباب كما قل المرأة كما قل الفلاح للأستاذ الجامعي إذن نظام مفتوح من هذه الزاوية الحد باربعة في المئة هي حد من التكوين بالإضافة للممارسة العملية تقييدات البيروقراطية الإدارية كما كان يقول الأستاذ راشيد هي اللي تخلي إذا كان نجمع التوقعات ندير الفاعلية لفيكا سيتي على أساس بسهولة يجمع التوقعات تعال معني بالأمر أما إذا كان قيضها بالضبطية القضائية نعم هذا اللي يخلينا لا بد نربط التنشئ الحزبية المستقبلية في إطار تربة صالحة نقية نعم إذن المادة التي صنعت الجدل أيضا هي المادة 174 التي تنص على المناصفة بين الرجل والمرأة في القوام الانتخابية هناك بعض الأحزاب السياسية ترى أن هذه المادة تشكلها محاصصة تضرب مبدأ المكفاءة أنت سيد بوجمع كيف ترى ذلك يا أستاذ ليست محاصصة لكن أنا أقول على الأحزاب السياسية رأتها أنها محاصصة تضرب مبدأ الكفاءة معنش الوضع الدستوري المادة الدستورية تقول لك المناصفة بين الرجل والمرأة في الشغل نعم المهمة النيابية هل هي وظيفة؟ هل هي شغل؟ أم عمل سياسي؟ الإجابة على السؤال تخلينا نقول بأن الحياة السياسية تخلي هذه المهمة لا تتقييد ما تعرفش تقييد وإذا كانت هنا أخذينا بالقياس على المادة الدستورية في المناصفة هنا إذا كان مناصفة في الوظيفة العملية المناصفة في الترشح خلي الترشح حر نعم إذا كان أعطيت للمرأة الحرية في الترشح بالمناصفة بالنتائج ما أعطيت لها حتى ضمانة تقهقر في التشريع التشريع السابق كان يعطي لها على الأقل 30% من المشاركة في الحياة السياسية وكان يرتبها على الأقل تخرج في المراتب الثانية والثالثة لكن بهذا الطريقة عندنا أولا المجتمع محافظ عندنا القيم عندنا التقاليد حتى في الحملة الانتخابية المرأة ما تحبش توري الصورة التاحة في الحملة هذا اللي خليني نقولك في هذا الإطار الأحزاب سواء كبيرة ولا صغيرة ولا ناشئة ما تقدرش تعمر حتى القوائم الانتخابية خصوص في المراتب نعم فما بلك بالنتائج أنا نتأسف لأن وضع المرأة نتمنى لها على أساس تكون أكثر من هذا لأنها شركة في الثورة التحريرية شركة في التنمية في الاستقلال وهي أيضا تسعى للمستقبل ما نقدرش نقيدها بأسلوب اللي ممكن ما تدي حتى نتيجة جميل جدا سيد لوراري أنت في نظارك ألا تضربوا هذه المادة أو مبدأ المكافأة مبدأ الكفاءة في نظارك أنا لا أعتقد ذلك وربما راح نخالف شوية أفضل أفضل لماذا؟ لأن هذه جهة مادة عامة تطبق على الجميع أحزاب كبيرة أم صغيرة أم فتقة أحزاب ناشئة أم أحزاب عارقة خليني نستعمل مصطلة عارقة أخر من قادمة قائمة حزبية أم قائمة حرة هذه النقطة الأولى إذن فهي هنا جاءت وتطبق على الجامعة هذا واحد في الترشح يعني جاي كان يجاي كان يتكلمنا بنسبة للجامعة للمواطن فقط يعني كل القوائم كل قوائم الترشحات يجب أن تضمن جميلة من شو أنت تتكلمت عن المناصفة بنسبة المرأة كان أيضا ثلث بالنسبة للشباب ممكن نرجعه كان أيضا ثلث بالنسبة لدوي المستوى الجامعي نعم وهذه تطبق على جميع القوائم لم تأتي بغرض ممكن مدى ميتين فيها نوعا قال نقدر نقوله الربعة في المئة العتبة قال الهدف هو إقصاء بعض الأحزاب لكن هذه تطبق على جميع القوائم مهما كان مقدم هذه القائمة أو صاحب هذه القائمة هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية تكلم زاميلي عن المادة 68 من دوسور التي تكرس المناصبة المناصفة في تشغيل هناك أيضا مادة أخرى التي تنص على داروت تعمل الدولة على ترقية المشاركة السياسية للمرأة في مختلف الهيئات نعم أنا نظن هذا النص هذا جاء بوحي مما تضمنته هذه المادة الدوسورية وبالتالي الدوسورية فهي مادة مؤسسة الآن المشكلة مطرحة حنا نشاهدنا في 2012 لما خرج القانون العضوي 12-03 الذي كرس نسبة معينة سميت بنظام الكوطة أنا داك كان رد فعلي عكاسي ضدها الآن في النقاش الموجود بالنسبة لفكرة المناصفة نفس النقاش أيضا ونفس يعني بطريقة نخليني نقولك يعني رافضة نهائيا ورجعت الآن الأرى التي كانت ترفض الكوطة الآن رجعت طالب بالإبقاء على نظام الكوطة لكن دعنا نقول حاجة بكل موضوع ممكن تتعدل المادة إلى غير ذلك لكن يجب لا نقفز عن الواقع المرأة الآن أصبحت تشكل نسبة 54% من عدد السكان واحد ثنين المرأة الآن أصبحت تحتل مراكز الصدر وهناك مجموعة من القطاعات يعني غازتها المرأة أنا نتكلم على قطاع التعليم العالي وأستاذ زميل وهنا 70% 65% زميلات ما نتكلم عن الطب ما نتكلم عن التعليم بصفة عامة ما نتكلم عن عدالة في كل المجالات المرأة والجزائرات الآن أصبحت تحمل شهادات العليا وتتولد مقالدة كذا لماذا؟ لماذا؟ لأن نفتح المجال هنا ثم أنه البعض طرحوا قال هذه المناصفة لترشح فقط لكن في الواقع المرأة سوف تتحصل ربما على أي مقعدين في أغلبية الضوائل الانتخابية يا أخي دع الشعبة دع الناخبة يحكموا في مثل هذه القضية أنا كنت أتمنى لو النقاش راح في اتجاه واحدة أخر قال كيف أن دعم كيف أن دعم هذا المبدأ هذا نعم كيف أن نصف المجتمع هذا ما نخليش على الهامش ما هي ما هي الأليات ما هي الطرق ما هي الوسائل التي يجب تفعيلها بغرض أن نضمن تواجد المرأة غضوة في مثل هذه المؤسسات خاصة دعني أقول لك وأن هذه المادة لم ترد هكذا على الإطراق بل هناك مادة أخرى تحدد بأنه بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن يصلوا أو يقلوا عن 20 ألف هي معفات من هذا من هذا الشرط وبالتالي فهي قال كنا نقدروا أن النقاش توجه قال لماذا لا نرفع من عدد هذه البلديات هنا باش نغطي ربما بعض البلديات نايا قال إلى 30 أو 40 أو 50 ألف أما أن نرفض هذا المبدأ هذا المبدأ هكذا على إطلاق أعتقد بأن هناك نعمل تسرع جمي جدا في هذه النقطة بعد تسرع بعد التعديل بعد التعديل الدستوري في القانون العضوي على أساس أن المرأة قدرت تتبوأ المكان التحى في البرلمان في المجلسين المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة بهذا التمثيل اللي هو الترتيبي وليس التفاضلي نعم هنا هذه الإمكانية اللي أعطيناها لها 30% هذا الحق من الصعوبة باش مر على الأحزاب كما قال زميلي ليست تقليدية وإنما الأحزاب اللي كانت فاعلة اليوم الأحزاب سواء الناشئة ولا الأحزاب الفاعلة من الصعوبة أن تتكيف في ترشيح المرأة بـ 50% بالمناصفة فالترشيح فقط أما النتائج المرأة لو تعطي لها الحدود فالثورة التحريرية كانت تتساهم مع الرجل جنبا إلى جنب وما كانش تطالب أي حق إلا باستقلال البلد فالتنمية عفوا نستاذ خلينا موضوع حساس نعم فالتنمية سهمت بقوة ووصلت إلى 75% في المجتمع وهي مشهود لها بهذا الشيء إذن إذا كان المشرع يبني للمستقبل هذه المرأة يراعيها ليس يراعيها في الحق التعرشع في حسب يراعيها في النتائج النتائج الأحزاب التقليدية والفاعلة ما تقبلش أن تكون تترتب في المراتب من الأولى والتانية والتالتة يقول لك ما عليش نرشحها 50% بصح من الصعوبة باش توصل إذن القانون العضوي السابق اللي كان يعطي لها المحاصصة وهذه معروفة في كل أنظمة مشي خلقناها غير حنا في الجزائر هذه يحاول كيفاش ترقيها مشي تدقراضيها كامل وتنحيها أين الانسجام تعال القوانين إذا كان نعمل على الاستمرارية عندي القوانين قدامي ما هو يأصلح نمشي عليه لم يأصلح نبدله إذن القاعدة تعال مناصفة كلمة مناصفة كلمة مناصفة وكلمة التمايز بين المرأة والرجل ما تنشع لها الاتفاقيات الدولية قضية التفاضل كل ما هو تفضيلي تمييزي مناصفة لازم نمتعد عليه إذن سيد لوراري كيف وجدت الآن الآليات المقترحة لترقي الدور الشباب أنا أعتقد بأنه ما ورد في هذه المادة في نفس المادة نعم هو يدخل في إطار تدسيد وعود سيد رئيس الجمهورية التي قطع على نفسه سواء أثناء طرس شوحيه أو فيما بعد في عدة مناسبات لأنه حبينا ولا كرهنا هناك حقائق لا يمكن أن نقفز عليها 75% من الشعب الجزيري هم شباب وعندما نقول شباب كما حددتهم المادة هم أقل من 35 سنة هذه واحد ثنين هاولي الشباب خليني نقول لك باللي 75% أيضا منهم باش من بالغش هم جامعيون نعم متحصلون على مستوى تعليمي وعلى مؤهلات وعلى غير ذلك ثلاثة من تنين وستين وحنا نتكلمه على تسليم المشعل نعم نظن الإطار الإطار باش نفتح المجال أمام هذه الفئة الشابة لكي تقوم بدورها في مجال التنمية الوطنية على مختلف الأسعادات وإطار أيضا آن الأوانو باش نفتح لها المجال أيضا على مستوى هذه المؤسسات أنا سمعت بعض الخطابات وخليني نقول أنا ونحبس باختصار جديد بعض الخطابات قالك إن اشتراطها كذا نسبتها الثلث الغرض منه وإقصال أحزاب السياسية صديقي العزيز دعني أقول لك بأن الحزب الذي لا يملكه على الأقل الخمسين في المئة خلينا باش ما نبلغوش من منخارطيها من مناضليها من متعاطفينها من الشباب فهذا الحزب هو محكمون أو حكم على نفسه بالزوال إذن أنا نظن باللي شي معقول جدا جدا نسبة الثلث قال الثلث ما قاش المناصفة من الشباب ولمن تكلمو على الشباب سواء كانوا إناثا أم دكورا هنا باش نربطها بنسبة لقضية المناصفة لأن المناصفة بالنسبة للقائمة ككل إذن دعونا نخش من هذه المادة أستاذ لدينا مواضيع أخرى أيضا ما يصير بصريح وجمع خلينا مواضيع هذا حساس الشباب هو أساس المجتمع تفضل الشباب هو لدي المجتمع المدني الشباب هو لدي الأحزاب الشباب هو لدي الإعلام الشباب كله الكل في الكل لماذا نقيد الشباب بالتلت خلي الشباب فيما بينه يترشح نحيله القيود برك هذا كحد أدنى نعم كحد أدنى يجب الزمنه لكن لما نعم يكون 8% من المترجم حر شباب خليه نعم إذن في هذه الحالة في النهاية التنافس فليكون الفرساني تنافسه إذا كان أنت تغري الشباب اسمح لي على العبارة نستعملها نستعمل عبارة تغري لكن لا يسهد الشباب يعرف عرقش بينه ويعرف كيفاش ينظم روحه ويعرف كيفاش يدخل لخضم المعركة الانتخابية والعملية الانتخابية ما يطلب لا مال ما يطلب لا تقييد ما يطلب فقط الحرية إذا أعطيت فيه التقى والحرية ويوصل في هذه الحالة يتجاوز كل ما هو تقييد بالقوانين المادة 174 فيها أربعة ثلاث نقاط أساسية قوية اللي هي تقييدية سواء بالنسبة للمرأة والرجل ولا بالنسبة للشباب ولا نسبة للمتقفين إذا المادة تحتاج لإعادة صياغة بالتنقيح وبالبساطة كلمة التفاضل التفاضل هذه من دير ست تمييز لا تمييز الإيجابي ولا تمييز السلبي حتى قضيت إذا قلت ترتيبية التفاضل نفهمها البعض في المصطلحة الدستورية على أساس أنها الترتيب المترشح ولا المواطن الناخب ما يعرفش دير الترتيب إذا كان مقيد بقائمة طويلة وعريضة وبإجراءات كبيرة هذا اللي يخلي وضح ببساطة بسطها وأعطي له كل الأمور مرنة بحيث أن الأمية عندنا ضربة أطنابها بـ 18% سنتكلم عن الأمية الآن قلت الآن عن البساطة هناك تعقيدات حملتها مسودة القانون العضو الانتخابات لما نقول اختيار ناخب القائمة ثم ترتيب القائمة عن طريق الشطبة ألا ترى أن هذه المادة ستكون معقدة خاصة لناخبين كبار السن هذا وش أنا نقول لك أنا نقول لك ليس الترتيب أن عملية هي ترشح على أساس أن الاقتراع على الإسم والإسم هذا حسب النسبة اللي يحصل فيها إذا كنحصل على مية صوت والآخر على ثمانين صوت والآخر على خمسين صوت يكون صاحب المئة هو الأول هذه الهيئة اللي تفرز هي اللي ترتب وليس المواطن البسيط مواطن يروح يشطب ولا يكوشي ما عليش بعدين نتكلمه أنا في النظام هذا نظام البساطة لا نظام لانتخاب على القائمة بالتصويت بالتفضيل أو بالترتيب بعد شرعات تستعمل مستلع الترتيب نظام هذا ككل متكامل إما أن نستعمل القائمة المغلقة اللي كنا في ضلها لأنه في أنظمة الانتخاب على القائمة عندنا أنظمة في النظام المقارن المواطن لما يروح الانتخاب ما يديش سيله معه ويكوشي هذا يديره الأول وهذا يديره الثاني هذا موضوع آخر تطرح في مشكلة ليس الترتيب يروح يشطب ويكوشي وبعدين الهيئة الإدارية اللي هي السلطة الانتخابات هي اللي تقوم بعملية الترتيب والفرس أما المواطن المحلي إلا يقوم بعملية سيد دوراري فقط أن أغلب الآن المصوتين تعالوا نكون صراحة أنهم من كبار السن نعم خلينا نوضح حاجة نعم نغلق طوشر وحدنا طوشر وحدنا كي هناك فرق بين الانضام الانتخاب على القائمة أو بالقائمة كلاهما حرف جر ونظام الانتخاب الفردي التشطيب لا يكون في نظام الانتخاب بالقائمة لأنه في نظام الانتخاب بالقائمة عليك خلينا نجيك فرق يفرق نوي فرق ما نقصوش من أهمية الناخب الجزائي لا يوجد كله ولكن نسبة كبيرة تفرق هناك خلاف بين النظامين حتى لا نغلطوش المستمع أو المشاهد نظام الانتخاب بالقائمة في العالم في الفقه المقارنة كي ينتهي أنواع القائمة المغلقة التي كنا في ظلها في النظام السابق القائمة هذه قائمة المفتوحة ونظام الانتخاب بالقائمة مع المزج مع المزج كي نظام تفضيلي وكي المزج المزج هو أن تمزج بنا مجموعة من القوائم أما التفضيلي داخل نفس القائمة هو أن تنتخب على قائمة واحدة ولكن تقوم بترتيب هؤلاء المترشحين حسب ما تراه أنت جميل جدا روح النص ينهج التسهيل وينهج البساطة ويبتعد عن التعقيد الأنماط الانتخابية في الأنظمة المقارنة 12 نمط انتخاب الجزاء اللي منتهجنا بهذا الطريق في هذا الفريق اللي ينهجها الآن متروح للأعزاب ومتروح أيضا مشروع القانون اللي يقدم البرلمان باش يبين الطريقة نتمنى أن تبتعد عن التفاضل تبتعد عن الترتيب تروح إلى أبسط درجة للمواطنة جميل جدا كلمة آخيرة سيد دكتور لورالي في عجالة فقط أنا أقول بعجالة نظام الانتخاب على القائمة مع التفضيل هو النظام الذي يعطي الحرية أكبر للناخب مقارنة بنظام الانتخاب على القائمة المغلقة شكرا جزيلا لك دكتور رشيد لورالي أستاذ القانون التستوري شكرا تلبيت الدعوة شكرا أيضا للموصول لدكتور سويلا حبو جمعة وهو أستاذ القانون التستوري شكرا لكم الحديث معكم كان جدا شيق إذن بهذا مشاهدين وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج عن قرب تقبلوا تحياتي أنا علي قريشي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر